بتعمل ايه في البلد النهاردة؟ بتعمل نقلة أشياء طبعاً بيه الكثير من الحاجات اللي بتحصل في مصر آه في ملاحظات فيه محدش بيقول لا بدليل اجتماع الرئيس لسبوع اللي فات لما سيادة رئيس رأس المجلس العليس إسمار بالمناسبة اجتماع الرئيس المجلس العليس إسمار كان بيتكلم كلام بيقوله خلف الحفتور النهاردة اللي هو البريقراطية إزاي نواجه البريقراطية اللي موجودة عندنا عشان المستثمر العايز ييجي فيه ناس ما زال بتعطل الرجل قال كده قال إنه فيه حاجات بتتعطل لازم يتشاف الكلام ده احنا مش بيتكلم على حد عنده لا بتكلم على حد يعني مش محتاج عرفه بالمناسبة كتير يعني ومش محتاج مشروعات بتاعته مليارات الدولارات بتكلم على واحد مشروعات ستة مليار دولار بتكلم على مشروع واحد ستة مليار دولار مشروع واحد بتكلم على بتكلم على مشروع عايزي نفذه في مصر في منطقة معينة عايزي نفذ هذا المشروع في مصر بستة مليار دولار هو أنا عندي كم مشروع بستة مليار دولار مشروع واحد بيتكلم عليه غير مشروعات أخرى عايز يعملها يتمنى يعملها الرجل بقول لكم عاشق لمصر بالمناسبة خلاف الحبطور كل ما بيجي مصر قبل ما بيمشي أو هو موجود تلاقي نشر وله متابعين ملايين يعني ينشر فيديو يبقى قاعد مثلا على قهوة فيقول لك شفت أنا قاعد في الحتة الفلانية ديت ومصر بقت ايه ومقاهي بتاعتها عسل شف هو بيجنشر زيها لها مصر وهو ماشي راكب عربية وتلاقيه طلع كده بالبس المباشر وقول لك أنا ماشي في الحتة الفلانية شفت مصر جميلة ازاي ايه اللي حصل في مصر تطويره حصل بالمناسبة بيعمل دعاية لمصر حد طلب منه أبدا طول الوقت يتكلم على مصر بشكل إيجابي جدا بيعمل دعاية هائلة لمصر بقول لكم الراجل ده يعني فيديو بينزله وشوفه قد ايه كم واحد بيبصوا عليه وشافوه ويشيروا من عنده دعاية تخيلوا حضراتكو لما يبقى عندنا بهذه المواصفات حدش يقول له اعمل هو من نفسه بيعمل انه حابب البلد واخد بيت في مصر الجديدة وطبعا زي ان بقول لحقكو هو دايما يقول لك انا طول الوقت ااجي هنا اسافر ارجع اقضي وقت هنا وبعدين ارجع او اروح حتة اخرى عنده طبعا عنده اماكن انا عنده طارد الخاصة ويقدر يتحرك وعنده فنادي بتاعته وعنده شركات بتاعته وعنده حاجات منتشرة ما شاء الله في مختلف الدول يعني تقول الراجل عايز يبقى موجود عايز يبقى داعم بيتكلم على قالك اه فيه تكلم على اقصاد المصري تكلم على اقصاد واللي بتعمل فيه الملف الاخصاد يعني المسألة مش احنا عندنا يا جماعة عندنا بس احنا كمان محتاجين قال لك كل شي اقول لك ايه الترويج لازم تعملوا ترويج لمشروعاتكم تعملوا ترويج اللي بتعمل في مصر ترويج خارجي وبتكلم على الترويج العالمي مش المحلي او العربي الخارجي مجتمع الدولي لكن محتاج دا ترويجه تعملوا ترويج ليه ان هو طبعا الحكاية وعندكم الشباب يقدروا يعملوا الترويج دا ويعملوا الدعاية ويشرحوا بالمعلومات اللي عندهم عن ايه اللي بيحصل في مصر دا محتاج طبعا بس هو كده العالم بيعمل كده النهاردة العالم كله النهاردة كده العالم يحب يشوف صورة الصورة هي اللي بتقوله ايه اللي بيحصل في البلد دي ايه اللي عملناها النهاردة في مصر مسرعات اللي تتكلم عليها شافها ازاي تتكلم عليها ازاي عندك بعض الحاجات اه عندك بعض الملاحظات عندك حدش قال ما عندناش من اول سيد رئيس لأي مسؤول يقولك ايوه احنا عارفين بمشاكلنا نعم نعترف انه عندنا قصور في بعض الحاجات نعترف انه فيه باروقراطية ما زالت موجودة نعترف انه فيه بعض الناس ما زالوا في الجهاز الاداري بيوقفوا حاجات كتيرة قوي عارفين ده بس كمان اللي جاي لازم الكلام ده ميبقاش موجود في الظل القارات اللي اخدها سيد الرئيس اسبوع اللي فات واللي كانت بيها الحكومة تعملها وتنفسها لان هي دي الطريقة الوحيد انه ميبقاش عندي حد عايز يعمل حاجة ولاقي حد بيوقفوا او حد بيعطلوا او حد بيديلوا ده قالك انا اخدت في دبي رخصة في كام وقالك مروحتش الحاجات كلها جات لك والخريط جات لك والرخصة جات لك والترتيبات جات لك والورق جالك وانت قاعد في مكتبك وانت قاعد ما سافرش محتاج ده وهو ده لست سمار انا عايزي سمار بجد هو ده هو ده اللي انت عايزه النهار ده سمار مباشر مباشر اوصل اي حد ييجي يبقى موجود يكسب من مصر لكن تاني بقول ما يتم انه بعض الحاجات يمكن لتكلم عليها المحتاجة لازم تتشاف انه طبعا لانه بتكلم على رجل بحجم خلف الحبطور انه هو اللي بتكلم على مصر هو اللي بتكلم على التطوير اللي حاصل في مصر مسروعات اللي حصلة في مصر بنية تحتية اللي اتعملت في مصر النقلة اللي فيها مصر النقلة النقلة اللي كانت ايه النهار ده بقت ايه وراحة لفين ان شاء الله هو اللي بتكلم عننا مش حد تاني يعني لما تيجي تكلم مصري اه تمام عظيم بس الناس تحب كمان تشوف اخرين ولما يبقى عندك اسماء بحجم خلف الحبطور اسم يتكلم بهذه الطريقة عنك عن بلدنا يعملين هذا الترويج بتخيلوا اول ما بدأنا وعمالة لاقي الرسائل وعمالة لاقي الناس العمالة تبعت والناس طبعا انت محتاج الكلام ده يتشاف يعني نشوف كده مجموعة من خلف الحبطور التعاون الخليجي يستطيع اطلاق عملة موحدة قوية ضمن مصر والاردن الحبطور الاساسمارات ده بقول لكم جزء من ردود لافعال عملت يعني نشر سريع الاستثمارات في مصر لابد ان تكون منفتحة على العالم خلف الحبطور الرئيس السيسي صاحب قرار ولديه الكثير من المسئوليات خلف الحبطور مصر تفوقت على دول اوروبية في المشروعات الزراعية خلف الحبطور الرئيس السيسي ومحمد بن زاد اشقاء من دام واحد خلف الحبطور يكشف تفاصيل دعواته لإصدار عملة خالجية موحدة مشاركة مصر كتير رجل اعمال اماراتي السيسي في قلبنا ومصر لن تحتاج لقروض بهذا المشروع اللي هو تكلم عليه خلف الحبطور يكشف تفاصيل دعواته لإصدار عملة خالجية موحدة مشاركة مصر خلف الحبطور بقول لكم ردود افعال كله تويتر شغال على الحوار تويتر شغال من بره ومن جوه خلف الحبطور مصر تفوقت على دول اوروبية في المشروعات الزراعية شهادة يا جماعة لحنا بقول لحضراتكم تبقوا شايفين المتابعة دي وتشوفوا الناس كمان بتشاف ازاي راجل بهذا الحجم وهذا الوزن الكبير وطبعا وزاي ما قال انت مش كل موضوع هتعرضه على رئيس الجمهورية قال اكلم مش كل ميبقى عندي مشكلة اتكلم من رئيس الجمهورية مش معقولة فازاي يعني دور كل مسؤول في وزارته سيد رئيس الوزراء مع السادة المسؤولين في الحكومة المصرية انه عندك مشكلة في الحتة الفلانية وانا اتمنى التواصل مع السيد خلف الحبطور اتمنى التواصل معاه نعرف ايه الحاجات اللي عنده وعارف الدنيا كلها والدنيا كلها عارفها وبيجي على طول قاعد هنا وبيقابل الناس وقابل الناس وقابل مسؤولين زي ما شرح لحضراتكم عمل لقاءات كتيرة جدا وعرض حاجات كتيرة جدا نشوف ايه الموضوع فين المشكلة فين تاني لانه في بعض الحاجات لازم تتشاف من عندنا احنا احنا اللي مبادر ايه الموضوع ايه الحكاية ايه اللي تم ونشوف الكلام ده لنظيم بقول لحالكم طبعا المسؤول النهاردة مهمته تسهيل طلبات المستثمرين ده الدور محدش يعطل حد عايز ييجي يضخط اموال في مصر او يعمل مشروعات يشغل ولادنا اي حد يعطل لازم يعني يبقى فيه وقفة النهاردة العمل كله نسهل التسير المستثمر مصري عربي اجنبي اي حد يريد الاستثمار نعم نسهلوا اجراءاته زي ما سيادة الرئيس عمل كده الاسبوع اللي فات اتنين وعشرين قرار اجراء اتاخده عشان نعمل ده اللي بتكلم عليه النهاردة خلف الحبطور معنا اساعد الناس ازاي ايه اللي مطلوب يتعمل فيه ارض في الحتة الفنين نشوف ايه حكاية الارض نشوفها طب فيه مصرح في حتة الفنين نشوفه طب ايه مثلا حواف الضربية نشوفها طب فيه حاجات ممكن تعمل نشوفها تسهيلات لحاجات نعملها جمارك نعملها دخول سلع وغيره ونسهلها وكذا كل ده نعمله اذا انت عندك دلوقتي الحمدلله حدش يقدر يشتكن بني تحتي ابدا ولا من كهرابة ابدا ولا من غاز ابدا الحمدلله كل ده عندك فقط 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 ما عندكش مشكلة فيه المشكلة ايه انه ييجي يأتي من عملته كل ده عشان ييجي فلما ييجي انا اساعده وساعده والحاجة اللي تاخد يومين تاخد يوم ولتاخد اربعة تاخد اتنين ولتاخد اسبوع تاخد خمس ايام نخلص العالم كله النهاردة كده السرعة لانه يخلي بالك الناس زي الناس زي مش فاضي زي ان بقولك هو مش فاضي فيه دول بتعرض عليه بتعرض عليه بالمجان كل حاجة مش عليه هو عليه هو على غيره اللي عايز استثمار يا كده هو عايز رايح بس هو حابب يقب في مصر فاللي حابب في مصر بساعد اللي حابب ييجي مصر ساعده ببضل وزي ما قال كده قابله كويس قابل ناس كويس ده احنا بلد المضياف ده احنا اللي بنحب الناس وبنقدي ايه يعني ونبتسم قال لك انا محبش حد يبقى مكشر عندي ولا يتشاؤم محبش تشاؤم تفاؤل ناس حب الناس كلمة في حاجة ايجابية مش حاجات سلبية ناس دماغها على مدار الوقت شغالة يجيروا يتابع ايه وييجي كذا والتقارير ايه وانتبع ايه وانا كل ده تدير منظومة كبيرة من الامارات وانت طالع فانا بشكره مرة تانية بصراحة لانه يعني دانا وقت وزي بقول له حاكو يعني زي خلف الحبطور كده بيبقى الوقت عنده طبعا بقول لكم الوقت محدد تاني محدد من كذا لكذا والناس دي الدقة يعني ما ينفعش تقول له الساعة مثلا كام وتت لا هي الساعة كام يا الساعة كام الوقت مهم بالنسبة لهم لانه بيحدد عنده مليون حاجة تريليون حاجة مش مليون كمان فانا بشكره مرة اخرى بشكره بجد على هذا الوقت اللي ادهلنا كمان بتكلم على يمكن يمكن فيه جزء كنت بتكلمه على اوروبا اوروبا وامريكا طبعا وعلى الديمقراطيات والراجل طبعا هناك وبيعيش وعارفهم وبيلعب معهم وعارفين يعني وسس مراته هناك في اوروبا او في الولايات المتحدة الامريكية